موسيقى فالمغرب حر في قراراته وخيارته وليس محمية تابعة لعيبنا وسيظل وفيا باتزاماته تجاه شركائه الذين لا ينبغي أن يروا في ذلك أي مسين بمصالحه هذا الخطاب دين الملك محمد السديس في عشرين أبريل 2016 الذي ألقاه في قمة الرياض يعني هو الساروت باش نفهموا العلاقة لكي ندب الآن أو هاد الأزمة اللي ما بين المغرب وما بين ألمانيا المغرب لما دار البيضة في الطاس بينه وبين ألمانيا بعض الناس إما لسدجتهم أو لفهمهم السطحي للأمور لكن لاحق المغرب ما عندهش الحق باش يواجه واحد دولة عظمى من ألمانيا مثل ألمانيا وما عندهش الحق أنه يوقف ند للند مع ألمانيا دولة نافذة في الاتحاد الأوربي وهاد الناس هادو يعني عندهم الذكرة متقوبة علاش حيث المغرب يعني في هاد الخطاب دي القمة الرياض اللي لقاء الملك محمد الساديس رأى كان فهموا يعني العقيدة الرسمية دي الدولة المغربية في السنوات الأخيرة وهاد العقيدة التي تتمحوره الآن حول واحد مبدأ يعني وجودي ألا وهو القرارات السيادية دي المغرب كنت تتخذ هنا في الرباط ما تتخذش في عاصمة أوروبية ما تتخذش في عاصمة أسيوية أو أمريكية الدول اللي فهمها هاد العقيدة الجديدة دي المغرب هي ربحة والمغرب ربح والدول اللي ما فهماش راها كتوصل للحيط وكترجع للور والصوابق عديدة في هاد الباب ما نسوش رقم من ألمانيا التي يعتبرها لبعض الدولة عظمى وما عندنش الحق نواجهها را دول أعظم وأقوى من ألمانيا المغرب بدار معها البيضة في الطاس ما نسوش مريكان في 2013 لما قدمت مسودة ضد المصالح استراتيجية دي المغرب وآردت توسيع صلاحيات واختصصات المينورسو لتشمل مراقبة حق الإنسان في الأقاليم الجنوبية أشنو نوقع المغرب هبط الريد وفعلاقته مع أمريكان فاضطرت لإدارة لأوباما أنها يعني تدير الظهر للجنح الراديكالي في الحزب الديمقراطي الذي كان يحكم أنا ذاك في الولايات المتحدة وسحبت يعني المسودة ثانيا منسوش فرنسا بجلالة قدرها وبتغرغلها الاستعماري وبماضيها الاحتلالي في المغرب وبمتانة العلاقات الاقتصادية والمالية والتجارية ما بينها وما بالمغرب ومع ذلك المغرب في 2014 دار البيضة في الطاس مع فرنسا لما حاولت استدعى المدير العام للأمن الوطني الذي كان في الصفرة ديانة في باريس لو نوص المو أن فرنسا تراجعت على القرار للأخرق بل وشحت الحموشي بويسام يعني رفيع في 2015 ثم من نسوش يعني الاتحاد الاوروبي هو نفسه كبلوك يعني المغرب دار معه البيضة في الطاس أيضا في 2016 لما تحركت اللوبيات دي الجزائر في الاتحاد الاوروبي وشوجت على المغرب على مستوى الاتفاق الفلاحي وعرضت القضية في المحكامة الاوروبية بشكل يجعل الاتحاد الاوروبي أنه يعني يفهم بأنه أمام واحد دولة ليسمي المغرب اللي ما بقى عندها نفس السلوكات اللي كانت مع الاتحاد الاوروبي ثم يعني القضية اللي ما نسوش أيضا وهي دي السويد يعني كدولة بين قوسين دولة الرفاه التي حاولت بدورها أن تزعزع المغرب في هذه الملف دي السحراء فدخلت أيضا هي الاصطر وسحبت الموقف ديها ثم إذن بانكيمون كرمز دي الأمم المتحدة لما ذهب إلى تيندوف وقال ما قال في المغرب فالمغرب كله أم بلوك وقف ضد بانكيمون فخرج خروجا مدلا ليس فقط من الملف دي السحراء بل خروج مدل من الأمم المتحدة وبالتالي يعني هذه العقيدة اللي زكاها ورسمها المغرب في شخص الماليك في الخطة دي الرياض في 2016 أبقات متتالية ليس فقط يعني توقفات في 2016 لأننا عشنا أحداث ما بعدها قمة الرياض عشناها مع هولندا جوج مرات المرة الأولى لما حشرت نفسها في أحداث الحسيمة والمرة الثانية لما يعني تبعت واحد السلوك يعني عنصري وانتقائي مع الهولنديين ذوي أصلي المغربي الذين كانوا عالقين في المغرب بسبب الحجر الصحي المفروض بسبب كورونا فاضطرت هولندا أنها يعني تراجع المواقف ديالها مع المغرب إذن هذة مسألة هذه يعني مني كانت تحضر هذة الصوابق تنفهم يعني السياقات اللي جات الآن يعني في الأزمة ديال المغرب وألمانيا وللأسف الشديد يعني ألمانيا يعني بسلوكها الأخير يعني يعني تجاوزت تجاوزت الحدود لاش لأنه في العلاقات الدبلوماسية كانوا حتلتت المستويات باش نحكمو على أي دولة من الدول كل مستوى الأول اللي هو منطقة الدولة وكل مستوى الثاني اللي هو منطقة المؤسسات تمتيلية وبالدرجة الأولى البرلمانات ثم كل مستوى الثالث اللي هو المجتمع المدني في شخص الجمعيات وفي شخص الفاعلين إلى آخر فالمغرب يعني عبر 45 سنة النزاع مع الجزائر في خصوص الصحراء يعني اعتاد وتحمل الحمقات الجمعيات المدنية في أوروبا وفي أمريكا التي تناوي المصاريح الكبرى المغربة في الصحراء وتحمل أيضا الحمقات والانزلاقات بعض البرلمانيين في أوروبا وخاصة في البرلمان الأوروبي بخصوص مسألة الصحراء ولكن أن يصل هذا الحمق إلى المستوى الأول أي أن دولة وتحرك مبعوتها لإعادة النظار فيما توافقت عليه الأمم المتحدة بخصوص يعني اعتماد الحل السياسي لملف الصحراء والعودة بنا إلى شعارات القانون الدولي والعودة بنا إلى ما قبل يعني اعتماد الحل السياسي إذن هذا يعني واحد جرس إنظار للمغرب كان خاص لازم أنه ينبه ألمانيا وغيرها لأن ربما ألمانيا قد تكون تحركت بإعازة من بعض الدول الأوروبية التي انزعجت من اتفاق التوليذي الذي مقعم بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والذي أتمر من بينما أتمر على اعتراف أقوى دولة في العالم على يولولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة التامة للمغرب على كاملة ترابه من طنجة إلى الكويرة وهذا الاعتراف وهذا الاتفاق التوليذي يعني بعتر الأوراق وبعتر الخطاط وغير الخريطة وغير المعطيات الجيوستراتيجية ربما أن بعض الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا لم تجد لنفسها موطئ قدام في شمال إفريقيا يعني كانت تظن بأن المغرب يعني ديك الدولة الضعيفة الدولة يعني الحياة القسيرة اللي ممكن نمر عليه ولكن للأسف الشديد يعني استفقت فوجست نفسها أمام واحد دولة اللي اسميتها المغرب اللي المعطيات الجيوستراتيجية كما قلنا تبدلت وأصبح المغرب أحد الفاعلين يعني على مستوى الساحة الإقليمية خاصة في شمال إفريقيا وفي القارة السمراء من هنا يعني الرسالة للبرلين وصلت للمغرب والمغرب أيضا عاد الكرة إلى برلين وأرسل الرسالة ونتمنى أن تكون الرسالة للمغرب توصل نص المون للسلطات الألمانية بل أن تصل إلى أي دولة من الدول التي تحاول أن تمسى المغرب في صحرائي